مايكروسوفت ديزاينر تطبيق سحابي بيستخدم الزكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى بصري وهنفهم ده بالتفصيل أدخل للتطبيق إزاي من أي ويب براوزر من أي مستعرض انترنت ومن أي جهاز ومن أي مكان في العالم الشرط إن أنا يكون عندي بس اتصال بالانترنت واستخدم مستعرض الانترنت أو حتى لو حبيت أحمل الابليكيشن أو التطبيق على السمارتفول مثلا بقدر أستخدمه مايكروسوفت ديزاينر ديعتبر برنامج بيستخدم الزكاء الاصطناعي علشان يساعدني في إنشاء تصاميم بناء على النصوص أنا بدخلها بحيث هو بيقترح علي تصميمات مناسبة للأفكار اللي أنا كتبتها إذن أنا بطلق العنان لخيالي وأصمم بناء على أفكار أنا كتبتها أو وصفة أنا بوصفه يبقى أنا لما حرسم صورة مش حمسك ألم أو فرشة لكني حكت بنص بيوصف الصورة دي وبرنامج الزكاء الاصطناعي بيحولها لي إلى صورة فعلية الجميل في التطبيق إن وجهته في منتهى السهولة محتاجة مبتدئ مش محترف عشان يقدر يتعامل مع الأدوات كمان بيحتوي على مكتبة ضخمة من الصور والرسومات والرسوم البيانية والأيقونات اللي أقدر أستخدمها وأدمجها في الرسم بتاعي بكل بساطة إذن مايكروسوفت ديزاينر يعد أداة مثالية للأشخاص اللي بينتجوا محتوى بصري بسرعة وبكفاءة من دون الحاجة إلى تعلم الأدوات المعقدة لبرامج التصميم وهنبدأ ندخل للتطبيق عن طريق كتابة مايكروسوفت ديزاينر في أي سيرش أنجين في أي محرك بحث هيجي للنتيجة هدخل مباشرة على التطبيق ممكن يقترح علي الويب براوزر بتاعي إن أعمل عملية داون لود تحميل للتطبيق بضغط على أداة التحميل وبدغط على انستول تسبيت وفتحت فيه الابليكيشن بالشكل ده لكن لازم أعمل تسجيل دخول كمان ممكن ألاحظ أن أعمل لي آيكون اختصار على الديسكتوب لما بضغط عليها وبعمل ساين إن تسجيل دخول بيطلب مني تسجيل دخول بحساب مايكروسوفت معتمل أنا أدخل حسابي لو كان الإيميل المدرسي مفاعل بأقدر أدخل به لو ما عنديش ممكن أعمل كرييت وان هنشئ في الحال بريد إلكتروني تابع لشركة مايكروسوفت على Outlook بعد كده بدخل الباسورد وبعد ما نجحت في تسجيل الدخول أقدر أدخل على اسمه استخدم وأشوف بياناته الزر الرئيسي هنا اسمه كرييت لكن لو بصيت على الطايتل حلائي مايكروسوفت ديزاينر كرييت ويز اي اي يعني أنشئ باستخدام Artificial Intelligence أو الذكاء الاصطناعي هنا عندي مجموعات بيقول لي إن تناوي تنشئ إيه إيميجز صور آيكونز آيكونات وول بيبرز خلفيات انفتيشنز دعوات بوسترز وغيره طبعا اللي ممكن أتحرك بالسهم واشوف لحد أفاتارس بالشكل ده إزاي أنا هقدر أصمم الصور حنشوف بعد شوية باستخدام الذكاء الاصطناعي طبعا عندي كمان أمثلة على تصاميم جهزة هنا بقول لي Create a custom images for any project أي صورة من دول ممكن أعمل زيها كذلك عندي هنا Design Personalized Avatars برضو عطي لي الصور الرمزية بالشكل ده وكذلك هنا الدعوات أو أعياد الميلاد وكده والول بيبرز الخلفيات وكذلك للتلوين ممكن أخطر النوع ده من الصور طيب كمان ممكن باستخدام Search Box بضغط بيعطيني بعض الاقتراحات وكمان لو حركت ال Scroll Bar حيقول لي Create with AI تنشي A F B الزكاء الاصطناعي وبيجيب لي كل أنواع الصور أن كل الصورة من دول بتختلف في مواصفتها وحجمها ومترتبين ترتيب أبجادي هافترض أن أنا قررت إنشاء صور بإزكاء الاصطناعي مش آيكونات هضغط على Images وبعد ما دخلت لل Images هستعرض الصور دي وممكن أختار أي صورة وعمل لها تعديل وليه أبسط حاجة لو قفت على الصورة دي هلاحظ ده الوصف اقتحى ده النصوص اللي طلعت للصورة دي أنا بإمكاني أفتح وأعدل بالذكاء الاصطناعي وهيفتح لتطبيق التعديل بالذكاء الاصطناعي وهي يعطيني الأدوات لكن أنا ممكن هنا أعدل النصوص مش هتعامل مع الصورة Edit This Prompt بضغط كده ده Description ده الوصف ممكن كمان أقول طبعا ممكن أغير أجزاء منه فقط بالشكل ده ممكن هنا أقول له Edit Entire Prompt حق النصوص كلها هنا بلاحظ أن أنا ممكن أضيف الفوكس هنا ممكن ألبسه مثلا نظارة خاول هنا فوكس خاول Wearing Glass بالشكل ده أنا قدرت أضيف تعديل بسيط وهضغط على Create طبعا ممكن أغير الحجم بتاع الصورة وخليها من مربعة إلى Portrait بالطول أو Landscape أو عريضة فأنا مش هغير ده وحقول له Generate بياخد وقته بحسب سروعة الانترنت وينفذ للتصميم اللي أنا طلبته وبكده أنا عملت تعديل للصورة ولبست ونضارة بالشكل ده أعمل إيه في الصورة بعد كده ممكن أعمل لها Download علامة Download أه بضغط عليها التطبيق بيسمح لي بعمل Download في التنزلات للجهاز بتاعي أعمل تنزيل ممكن أفتح على طول الصورة بالضغط عليها يبقى أنا أنشأت الصورة بالشكل ده وحملتها إلى جهازي أنا عندي طرق أخرى أي شخص بتعامل مع الكمبيوتر يعرف أنه ممكن أعمل كليك يمين وأختار Copy Image ودخلها داخل أي تطبيق أو حتى أقوله Save Image As وأحفظ الصورة في أي مكان كمان أنا أقدر أنتج الصورة بكلمات بسيطة زي Fox With Big Eyes عملي تعال بعيون كبيرة وبعد كده ممكن أعدل أقوله Wearing Big Class بلبس نظارة كبيرة وبعد كده أقوله Reading Yellow Book وبيقرى كتاب أصفر طبالي وبعد كده أقوله In the forest في الغابة يقبه في الغابة وممكن أضيف كمان نص أقوله Dog Watching Him وفيه كلب بيرابه أو بيتابعه كل ما أضيف إضافة يتم تعديلها وإضافتها إلى الصورة والسؤال هل ممكن يفهم النصوص العربية بالطبع نعم وأنا كتبت في خطو واحدة تعالى بعيون كبيرة يرتدي نظارة كبيرة يقرأ كتاب أصهر في الغابة ويرقبه كلب نفس الكلام الذي أنا كتبته ويترجمته للعربية أدى لنفس النتيجة وبيعطني أفكار عديدة وممكن أحملها إلى جهاز الضغط طبعا على أداة التحميل وبيتم تحميلها في داونلود مباشرة واضغط على الصورة تفتح بعد كده في برنامج عارض الصور هنا الأخير هنشوف إزاي عندي نص أنا كتبته في برنامج تحرير النصوص عادي زي الورد وصفت الصورة أولت كالت بأبيض يرتدي قبعة حمراء يقرأ كتاب أصفر في الغابة بجانب غزالة بكرون هحدد النص ده هعمل له قبي هتوجه للتطبيق وفي التسكريبشن هضغط كليك وهمسح النصوص الموجودة وهضغط لسق وهخلي حجم الصورة بورتريت أو عريضة بالشكل ده وأضغط على زر جينيريت بالفعل نفذ لأفكاري وحق أهالي في أربع مقترحات بإمكاني زي ما اتفقنا أعمل داونلود أو تنزيل بالضغط على زر داونلود أو ممكن أعمل كليك يمين وأختار كابي إيميج يؤديها للتطبيق زي الورد أو أي الرسام أو غيره أو بإمكاني أضغط على Save Image As وأحدد المكان اللي هحفظ بالصورة ممكن أستعرض الصورة من الداونلود بالشكل ده وأضغط عليها وأشوف الناتج بتاعي إنه كانت صورة اتفتحت بتطبيق أو عارض الصور بأقل مجهود ممكن وصلنا للجزء الأول من شرح برنامج الذكاء للصناعي Microsoft Designer للتصميم نشترك في القناة ونتابع كل جديد ترجمة نانسي قنقر